أخي الخليجي، أختي الخليجية، مهما كانت خلفيتك ومهما كان عمرك، إن كنت قد آمنت بالمسيح أو لازلت تبحث عن الحق، أنت لست وحدك. مشاهدين الكرام، سلام ونعمة، حيكم ونقدم لكم حلقة يديدة من برنامج ومن ولكن، مشكلة اليوم من أخ آمن بالمسيح وهو زوجته، ثم بدت بعض الأحداث تدفع إلى التساؤل، هل اتخذ الخطوة الصحيحة أو لا؟ نستمع للمشكلة مع بعض. وصلت البرنامج رسالة من أحد أصدقائنا، يقول في بداية رسالتها، ما أدري من وين أبتدي، بس يليت أنكم تفهموني شو اللي جالس يصير معي بالضبط. أنا صار لي الحين ستة أشهر من أول ما قتناعت بالمسيح، وصدقت أنه هو الله الحقيقي. أنا عندي مصنع، وكان الحمد لله كل شيء تمام، ووضعي المادي كان وايد ممتاز، بس في الكمين شهر اللي طافه، وبدون أسباب واضحة صار شغلي يتراجع، وصارت عليه وايد ديون والشيكات متأخرة لدرجة أني على وشك أني أخسر المصنع، ولا أدري شو السبب بكل هذا اللي صار. كل ليلة أنا حرمتي نجلس نصلي حق الله بدموعنا، لكن وايد أوقات تجيني أفكار أن اللي صار معي هو عقاب من الله لأني تركت الإسلام. فكرت أكثر من مرة أني أرجع للإسلام، لكن بداخل الشي يقول لي أنه ما في غير يسوع وهو اللي بيعطي السعادة بالراحة. فهموني شو اللي جالس يصير معي بالضبط، وشو هو الحل برايكم. دعونا نصلي قبل أن نبدأ حوارنا. نشكرك يا لنا الصالح، نباركك، نعظمك، نمجدك يا رب. يا رب نشكرك من أجل أنك دائما معنا، لن تتركنا ولا تهمنا يا رب. يا رب أصلي من أجل كل الأخ العابرين ومن ضمنهم الأخ صاحب الرسالة. يا رب لا تجعل إبليس أن يشككه ويخطف خلاصة من عنده إعلان صالح. يا رب غويه في الإيمان، وثبت في الإيمان، وثبت في على خلاصة إعلان صالح. يا رب كن معاه وساعده وارفعه إعلان صالح. بإسم الله يسوع أصلي لك كل كرامة مجد. آمين. نحن نحيا في عالم يحكم أبليس. تحت سلطة الشرير ما نلاقي سوى الألم والتعب والموت. الخليقة كلها تأن في انتظار إعلان مجد الله حتى يرد سلطانه الكامل عليه. بعد أن ضاع الإنسان في بداية الخليقة. الله في المسيحية إله محبة. أفكاره اتجاه أولاده هي أفكار سلام لا أفكار شر. يقول الكتاب المقدس في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والعدد الثلاثة التعش. لا يقل أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله. لأن الله غير مجرب بالشرور. وهو لا يجرب أحد. وهو إله الصالح وليس فيه شر. عشان تشذي فهو غير قادر أن يجربك بالشرور. لأن هذا يتنافع مع طبيعته. في إنجيل متى والإصحاح السابع والعدد الهدعش يقول. فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة. فكم بالحريء أبوكم الذي في السماوات. يهب خيرات الذين يسألونه. فهل من المعقول أن يرسل شر لأولاده اللي بذل نفسه عشان انغادهم من الموت الأبدي؟ إبليس مو سعيد بقبولك للرب يسوع. ونوال الحياة بدلة من الموت. عشان تشذي فهو يوجه سهامة صوبك. مستخدم الظروف والمحيطة فيك. وكل الوسائل المتاحة لذلك. كان عملك ناجح قبل إيمانك بالمسيح. وهذا أمر طبيعي. فاش حقه يشن بليس حرب على أتباعه ومن ينتمون إله. رح يكون هذا مضي على الوقت. مثل ما قال كتاب المقدس في رسالة أوفيس. أصحاح السادس وعيات 12. فإن مصرعتنا ليس مع دم ولحم. بل مع رؤساء مع سلاطين مع ولاة العالم. على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات. حتى المسيح نفسه إياه الشيطان جربه ثلاث مرات علشان يشكيك أولا في عنايته باحتياجاته المادية. طالب منه أن يغير الحجارة إلى الخبز عشان يشبع. ثانيا في ترك الإله الحي والسجود له. في مغابل أن يحيى ملكا على أرض الموت. وثالثا في الشيك في حماية الله. لا بأن الله رح يتركها للدمار. وينقلنا هذا إلى تساء الهام. وإن الله في كل هذه الأمور. ما يقدر أن يحمينا. رجعنا للكتاب المقدس. نلاقي أن الله موعدنا بحياة سهلة. في العالم سيكون لكم ضيق. لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ما أضيق الباب وأصعب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية. لكن في كل هذا الطريق رح يكون معانا في كل موقف. والأوقات الصعبة. ورح نختبر أعماق جديدة في الحياة معاه. تنغلنا من مجد إلى مجد. يقول الرسول يعقو في رسالته لصحاح الأول. احسبوك الفرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. عالمين أن انتحان إيمانكم ينشئ صبرا. فحتى ولو سمح الله بأن تمر بهذه التجربة. فهو رح يكون معاك فيها ورح يعطي مع التجربة المنفذ للتعامل معها. الله أمين. الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تتحملوا. المفتاح هنا ليس أن تنتظر حتى نهاية التجربة. بل أن تتمسك بالله خلال التجربة التي تمر فيها. ترى شيء يريد أن يغير فيك وينقيك كالذهب. لتصبح مشابها لابنه له كل المجد. تحتاج أن تبحث عن أشخاص عندهم خبرة في المجال التي تعمل فيه. يساعدونك في تقييم محلية المشروعك. يمكنهم وضع بعض الأمور أمامك. تحلل ما حدث معك وعلاقتها بالظروف الاقتصادية التي يمر فيها العالم. تأكد من أن هذا ليس هو السبب الذي تمر فيه. والذي يمر فيه العديد من البشر في العالم. سواء كانوا مؤمنين أو لا. ارفض الاستسلام والشعور بالذنب الكاذب. ولتفتح لإبليس باب يدمر من خلال ثقتك بالله. ويشعرك أن الله غير مكترث فيك وفي اللي تمر فيه. استمر في الصلاة أنت وزوجتك. واضبوا على دراس الكتاب المقدس. عشان تقدر ترد على إبليس. بكلمة الله يوم حاربكم. فهذا هو ما فعل الرب يسوع في كل تجربة مر فيها. وكانت نتيجة نصرة كاملة. وهروب إبليس من أمامه. الله دائما يعتني بنا. تأملوا طيور السماء. إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تشمع في مخازن. وأبوكم السماوي يعولها. أفلستم أنتم أفضل منها كثيرا؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو. إنها لا تتعب ولا تغزب. ولكني أقول لكم حتى السليمان في قمة مجده. لم يكتس ما يعادل واحدة منها بهاء. نوري خلاصفة ممن أخاه. الجعل هو ما في غيره. ما في غيره. ما في أحلى من الحياة معاه. إله صديق. إله قريب جدا. إله عايش معي. وماش معي خطوة بخطوة. أب حنون. أب قريب. وأب يحبني ويخاف علي. ساكن في سترك يا علي. بايت في ظلك يا قدير. شلح مالي وريح بالي. إنت البداية والمصير. من دالي يخاف من الليل. أو سهم يطير في نهار. رامح مولي يا رب عليك. ملجأ حماية وحصني فيك. بك يا ربي أستجير. ساكن في سترك يا قدير. خليك قريب مننا. ولا تبتعد عنه. مهما كانت شكوكك أو مخاوفك أو خطاياك أو إحباطاتك. فهو إله محب. يبي الأفضل لك. وقادر على أن يفعله. سنستمر في الصلاة. لكي ننتظر مشاركتك لنا. نرحب جميع مشاركاتكم واختراحاتكم واتعليقاتكم. على وسائل التواصل الظاهرة على الشاشة. شكرا لإستماعكم. ونشوفكم في حلقة قادمة. شكرا للمشاهدة.